ننضم إلينا من بغداد عادل المانع المحلل السياسي أستاذ عادل الذي يتابع اليوم المشهد العراقي يتساءل لماذا تستمر هذه الاحتجاجات ولماذا يستمر استخدام القوى والعنف مع المحتجين بالانتحياتي لك سيدة الفاضلة ولمشاهدي قناة الغد أينما كانوا أحسنتي على هذا التساؤل الرائع في الوقت الذي يجب أن يجاب عليه في الوقت الصعب نعم يفترض أنه بالمتظاهرين يعني بعدما أتت التظاهرة وكلها وأهدافها ومضى مجلس البرلمان لسن قانون انتخابي واحد ومضى إلى تشكيل مفوضية جديدة من تسعة قضاء مستقلين اثنين ثلاثة مضى إلى إسقاط حكومة وأربعة مضى إلى تسمية مرشح مكلف جديد للحكومة اللي هو السيد محمد توفيق علاوي ولم يتبقى إلا إعلان موعد أو تحديد موعد ليوم الانتخابات وبالتالي هذا الدفع الجماهيري أتى أكله اليوم ما يحصل يعني في بغداد المشهد هادئ تقريبا في بقية المحافظات إلا الناصرية الناصرية أقول وبصراحة يعني بعد ما اعتقل مساعد أبو بكر البغدادي من قبل قوات الأمنية العراقية وأدلى بمعلومات يعني سربت بعض المعلومات من خلال التحقيقات على أنه هناك تنظيم داعش ومن يدفع باتجاه داعش هو يعد العدة لأن تكون الناصرية هي المنطلق والخشية من سجن الحوت اللي بالناصرية الذي يأوي آلاف الإرهابيين فبالتالي تأجيج الصراع هو تأجيج مفتعل وليس ردة فعل طبيعية لمتظاهر يعني يستنكر كثير من القضايا من قبل من التأجيد مفتعل في مدينة الناصرية بالذات؟ من قبل مجموعة مخربة تحاول أن لا تزال مع بيان المرجعية الواضح والعراقيين يستجيبون المرجعية مع بيان العقل الواضح والجميع يعني ركن في اليومين الماضيين إلى لغة العقل والحوار على أنه يجب أنه أن تفتح المدارس يجب أن تفتح الدوائر يجب أن تفتح الطرق ويعني ينبذون الممارسات العنف اليوم الجماعات اللي لها ارتباط مع السفارة الأمريكية الجماعات اللي لها ارتباط مع حزب البعث اللي أحيانا يعني يقود بعض المنظمات المجتمع المدنية التي تحاول عرقلة مسيرة التقدم حتى وإن كانت هناك بعض الإشكالات والملاحظات كلنا نقول مادام هناك عقلا بشريا يدير المؤسسة فبالتالي هناك ثمة أخطاء يجب أن يقع بها ولكن كلما قلت الأخطاء كلما كبر النجاح اليوم العراق يريد يعبر بر الأمان وصولا إلى انتخابات وبالتالي الشعب يدلي بدلوه لماذا يضعون العصي في عجلة التقدم أعتقد أنه هناك دفع يعني أمريكي بهذا الاتجاه يتزامن وقضية رفض العراق للتواجد الأمريكي من جهة ويتزامن مع ما تفضلتم به في نشرتكم على أنه مجموعة قوات التحالف المشتركة الدولية مع الأمريكان يعني عطلوا طلعاتهم وبدأوا بالرحيل استعدادا للانسحاب كما فعلت ألمانيا وفرنسا شكرا جزيلا لك أستاذ عادل ألماني عن بحرل السياسي كنت معنا من بغداد